من كم سنة هذه النقطة من أرض مصر كانت بقعة صحراوية فارغة لم يكن في هذه المدينة أي ملامح حقيقية للحياة يومين ثلاثة لقينا أن هذه المدينة فيها أبروك طويلة وكبيرة وتمتلئ بالساحين النهاردة مدينة العالمين الجديدة بتستعد الأكبر مهرجان ترفيه في منطقة الشرق الأوسط بيتضمن هذا المهرجان أحداث رياضية فنية ترفيهية بيتضمن عروض للأزياء والموضة ومتوقع أنه يجذب عدد كبير جدا من الجنسيات العربية والأجنب حقيقي يعني المهرجان ده هتبدأ أولى فعالياته خلال الأيام القليلة القادمة يعني يوم 13 إن شاء الله وهيستمر طوال موسم الصيف عشان يقدم تجربة صيفية فريدة على الساحل الأبيض المتوسط خلونا نعرف تفاصيل أكتر مع ضفنا اللي بنواردنا النهاردة في الستوديو الناقد الفني علي الكوشاطي الكوشطي رئيس قسم الفن في اليوم السابع أتمنى أكون قلت الإسم صح؟ الكشفتي أنا أسفة أنا بقى أتذر منك يعني منوارنا وخلينا أقول أن مهرجان العالمين ده من الحاجات اللي كلنا مستنينها تقريبا صحيح لأنه فيه فعاليات من بدري قوي ابتدى يعني الإعلان عنها وإحنا مستنينها عايزين نعرف منك بقى إحنا إن شاء الله هنبتدي يوم 13 ساعة إن شاء الله المهرجان هنبتدي يوم 13 وهيستمر حوالي 44 يوم وعشان كده هو الأطخم والأكبر يعتبر حدث في الشرق الأوسط كله في الفترة اللي جاي المهرجان طبعا مهرجان كبير على كل المستويات بيضم حوالي 12 نشاط ما بين عروض الأزياء ما بين الحفلات الغنائية ما بين سباق السيارات ما بين الطائرات الشرعية مجموعة كبيرة من الأنشطة وبيشارك كمان في مجلس الأمنى الخاص بالمهرجان مجموعة كبيرة جدا من الفنانين والرياضيين والنقاط والصحفيين ففيه تنوع كبير على مستوى المجلس الأمنى وتنوع كبير على مستوى الأنشطة اللي هيتم تقديمها مفوضل إن فيه حيبقى عروض الأزياء لعشرة من أهم مصمم الأزياء حوالين العالم كله وده رقم كبير ومهم إن هو يتجمع في مصر ويبقى ليه رواج كبير وتنشيط للسياحة بشكل كبير خصوصا الناس اللي هي مهتمة بالموضة والأزياء هيلقوا عندنا أسامي أو لسه؟ لسه الأسماء ما هيتم إعلانها النهاردة إن شاء الله في المؤتمر الصحفي الساعة 5 هيكون فيه مؤتمر صحفي في العالمين هيتم إعلان في كل التفاصيل ولكن دي الخطوط العريضة يعني يعني أنا مش فاكر آخر مهرجان مصر عملياته يمكنك مهرجان الساعة وتسوق اللي هو مهرجان بمعنى المهرجان اللي هو كل يعني وزارات الدولة تشترك فيه وبقى فيه جهد من كل المجالات ولكن واضح أن ده نسخة عالمية يعني نسخة مش مش مرتبطة بس بمحلات أو كلا إحنا بنتكلم في أنشطة عالمية بتحصل على الأرض مصر وتوقع بقى أن مدينة العالمين تكتزب عدد كبير من السياح الفنادق الجديدة اللي بنيت فيها الأبراج اللي تعملت فيها يعني هل ده متوقع أنه يعمل حالة من الرواج تليق بهذا الحدث في كل هذه الأنشطة شوف إحنا كمصر عندنا ريادة كبيرة جدا في مجال المهرجانات ولكن المتخصصة نتلاقي مثلا مهرجان القاهرة واحد من أقدم المهرجانات السنمائية الرياضي بطولات رياضية الرياضي مثلا مهرجانات الغنائية وهكذا ولكن مهرجان العالمين ليه طبيعة خاصة جدا في أنه هو بيجمع كل الأنشطة مع بعض مش بس مهرجان رياضي أو مهرجان غنائي أو مهرجان متخصص لا جامع كل الحاجات دي في مكان واحد حقيقة من مدينة نفسها تستحق أن يبقى فيها مهرجان بهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذه التحضيرات لأن المهرجان بيستهدف حوالي مليون زائر في فترة الصيف أو في حوالي فترة الأربعة واربعين يوم اللي هيتم فيها المهرجان طبعا طبيعة ساحرة وخلابة وتاريخ كبير للمدينة العالم كله يعرف مدينة العالمين فهنا محتاجين هم بقى يجوا يشوفوا العالمين الجديدة شكلها يعمل إزاي التطور اللي حصل التجديدات اللي حصلت الأنشطة التجارية والمعمارية اللي موجودة المدينة لا ينقصها شيء فيها مجمع فيلون فيها أوبرا فيها أماكن للسياحة والتسوق فيها أماكن سقافية سبقة السيارات طبعا سبقة السيارات حتى شكله مختلف لأن طبيعة المكان مختلفة تصويره هيبقى مختلف هنقل صورة مختلفة خالص عن المدينة وعن الفترة الحالية اللي احنا عايشين فيها ذات طب ايه المعاهير العالمية والساحية اللي ممكن تم استخدامها في تنظيم المهرجان؟ والله طبعا أولا حدث الأجهزة اللي هتنقل الحدث نفسه إن مثلا سبقة السيارات على مساحة كبيرة فهيتم نقل دوت كله بشكل تقني كبير في أن هو يقدر يجمع بداية سير مثلا السيارات الكرة الشاطئية يعني فيه أماكن متفرقة للأنشطة ما تشتبقى مثلا حدث واحد هو اللي شغال المدينة كلها هتبقى شغالة في نفس الوقت هتلاقي مثلا كرة شاطئية هتلاقي فيه سبق سيارات هتلاقي فيه طيارات شرعية هتلاقي فيه عود أزياء شغالة حفلات المدينة كلها هتبقى في حالة نشاط كامل والمهارجان طبعا بيقى ليه أهداف استراتيجية إنه هو ينشط السياحة إنه هو يجذب السياح المصريين والأجانب إنه هم يشوفوا حتى العرب إنه هم يشوفوا إيه اللي حصل على أرض مدينة العالمين الدولة المصرية لمعاملة العالمين كانت ربما بتكتذب السياح المتوسط اللي هم الإيطاليين اليونانيين بسعر أرخص عشان السفار الدولار وخلافه وفي نفس الوقت في مياهة فيروزية عالمية وفي نفس الوقت فيه بتاع أجواء يعني تليق بكونك في عشرين تلاتة وعشرين تعتقد إنه ده حيجذب هذه الفئة أنا عارف إن السياح الخليجيين والعرب ربما يكونوا في المقدمة لكن أنا بكلم في فئة تانية أنا أتمنى إنها تبقى موجودة تفتكر إن ده ممكن يبقى موجودة يعني النسخة العالمية دي هل هي نسخة عربية ولا ممكن تليق بشكل عالمي أنا أتمنى أن يتطلق بشكل عالمي لأن مدينة العالمين مدينة زكية مدينة جيل الرابع فيها كل وسائل الترفيه اللي أنت ممكن تحديدها في العالم كله يعني بالإضافة لأنت جوك هنا في مصر يعني يعتبر أحسن جو ممكن أي سائح أوروبي أو حتى أمريكي يقدر ييجي فيه واستمتع فيه سواء بالمية أو بالأجواء المناظر الطبيعية اللي هناك توضريس مختلفة متنوعة مش بس بحر يعني العالمين ما هيش بس بحر فيها كل التفاصيل اللي انت ممكن تبقى جاذبة بالنسبالك يمكن نطاحات السحاب ممكن بالنسبال لهم ما هيش حاجة كاتشي مبهرة مبهرة ولكن أن انت تبقى يعني كل ما تحتاجه موجود في مدينة واحدة ده أكيد هيبقى شيء جذب كبير لهم طيب كلمنا عن تواجد نورث سكوار في الساحل الشمالي يعني هل ده هيساعد على يمكن جذب صياح يحكي لنا أكتر هيساعد طبعا بشكل كبير لأنه هو المدينة نفسها حصل فيها تطور كبير جدا العالم تقريبا كله أو يمكن الجرائد والموقع المتخصصة في مجال السياحة تكلم بشكل كبير عن كم الإنجازات وكم المشاريع اللي تم تنفذها على أرض العالمين احنا بقى محتاجين ان الصورة دي توصل للناس مش بس كصحافة أو كمواقع أو كمقالات تروجية لا محتاجين الناس تشوف بعنيها وتنقل الصورة الحقيقة فيها انت عندك يعني زي ما كنت بقول كل وسائل الترفيه الفنادق على مستوى عالمي جدا الطرق اللي موجودة الانشاءات اللي موجودة المشاريع اللي موجودة يعني يمكن ان برح كان فيه مجموعة كبيرة من قنامات موجودة في العالمين بتنقل الصورة كاملة انت بتشوف فيه صورة مغيرة خالص يعني مهما حد يوصف لك ان هي دي من دي العالمين وان احنا في مصر لا انت متخالى يعني مكان تاني خالص غير العالمين البوما وانت بتكلم عن كده انا بفتكر ايه العروض الأزياء العالمية اللي عملناها اولا على صفحة الهرم ثم في مدينة الاقصر وسط المعابد معبد الكارنك النهاردة عندنا عشر مصممين أزياء عالمين هعملوا عروض عروض الأزياء بتكتزب اي فئة من السياح انا عايز اقولك ان المزاجين نتا طرحتهم دول قد ايه هما فرقوا بشكل كبير جدا في صورة مصر حتى على السوشيال ميديا ساعة العروض دي احنا كنا بنشوف قد ايه فيه تفاعل كبير جدا مش هقول بقى الفانز او محب الموضة ولكن الناس اللي هي مش متخيلة ان هو ايه الحلاوة دي اطبع معقول طب لي يا جماعة ده ما حصلتش من زمان ايه ان انت تدار تكذبي يعني صناع الموضة في مكان زي كده طب ليه ما حصلش ففيه افكار كتير بتحصل وافكار كتير ما بتتنفس بتبان قد ايه هي افكار لان مجيب عشرة بقى من اهم موضة عالمين اه فانت مجيب عشرة هتضميهم في مدينة العالمين يعني خليني اقول ان مصر بقالها فترة كده بتعمل مجهود كبير قوي في يمكن جذب المصممي للموضة العالمية وشوفت ده يمكن فاصر عبدين من فترة في الاهرامات من فترة تانية فان احنا نجذب عشرة من افضل مصممي الازي احنا بنشوف في مصر هنا يمكن المصممين او محبي الموضة لما بيسمعوا باريس فاشن ويك يجروا على باريس نيويورك فاشن ويك يجروا على نيويورك فلا فيه طبعا فئة كبيرة جدا من العالم محبي الموضة في العالم بيجوا وورا اي ديزاينر او اي مصمم ازياء ايا كان وجوده فين وبيحضروا له لسه اي صعب كان نعمل العرض بتاعه فكان فيه قد ايه كم نجوم رهيب رايح بيشوف هو وصل لحد فين والتصميمات الازياء اللي هو محضرها هم جاهزة كولكشن بتاع عشرين ثلاثة وعشرين الفئة اللي بتحب الموضة وتحب عالم الازياء فئة اعتقد ان هي مهياش بسيطة هي فئة قادرة على الشراء وهي خليني اقول هي صناعة بالمليارات يعني مليارات الدولارات لكن خليني كمان اتكلم عن يمكن حاجة تانية الناس مهتمية بيها جدا مش بس السياح لكن كمان المصريين وهي الحفلات الطرفهية الغنائية هل عندنا اي رؤية مين ممكن من الفنانين العرب او المصريين هيشارك في المهرجان يعني انا عارفة انه لسه النهاردة المؤتمر الصحفي لكن ممكن انت بابع عندك كده اسم فنان او اتنين مثلا هو اللي تم اعلان عنه هو كان تامر حسني وطبعا تامر حسني اختيار موفق جدا جدا طبعا لان تامر حسني عنده جمهرية عريضة جمهرية عريضة جدا مش بس في مصر كمان في الوطن العربي وانحنا بنشوف ده وانحنا بنتابع جوالاته سواء مع افلامه او حفلاته في الوطن العربي نشوف كم كبير جدا وضخم من الجمهور مثلا في لبنان من كم يوم شوفنا قد ايه في استقبال كبير جدا ليه كده حفلة عظيم وحفلة يعني تاريخية في وجود كم كبير من الجمهور اللي كان حاضر طبعا يعني زي بقى تامر هتلاقي في اسماء كتيرة هتم اعلانها النهاردة وكمان مفروض انه هو في مطربين دوليين وعالميين هيتم الاعلان عنهم النهاردة عن موعيد حفلاتهم يعني مش هتبقى نسخة مصرية بس فيما تعلق بالحفلات مش هتبقى لقى نسخة مصرية اعتقد فيه حد جاي في الاهرامات قريب تريف سكوت وكان فيه قبل كده باكت سريد بويزو يعني كان فيه اعداق هل دولة ممكن يتنقلوا من القاهرة او جينيفر لوبيز ييجوا بقى للعالمين هو ده التوجه هو ده التوجه ان احنا بنبين قد ايه عندنا في مصر تنوع جغرافي وسياحي مختلف هتلاقي شكل الاهرامات والاثار كسياحة اسارية هتلاقي شكل مدينة العالمين بتطورتها وبحرها وبميتها كنوع من السياحة الشاطئية وثقافية وغيرها يعني مصر كلها فيه تنوع كبير على مستوى السياحة فيها يعني فيه مدن في بعض الدول المجاورة للبحر المتوسط الناس بتروح لها من كل الخالي العالم عشان بعض الحفلات المعينة اللي الشباب بتبقى مستقطبة الشباب على وجه التحديد لكن لما نشوف النهاردة مدينة زي العالمين بكل التطورات يمكن اللي حصلت فيها اللي أنا النهاردة بلاقي السوشيال ميديا أو رواد السوشيال ميديا بيبتدوا يصوروا التطورات دي لوحدهم لهم مؤثرين ولهم إعلاميين ولهم ممثلين لكن هم ناس ماشية في الشارع عادي خالص بتبتدي تصور وتقولك أنا مش مصدق اللي انبهار من كتر ما مش مصدق التطور الكبير اللي حصل في مدينة العالمين الجديدة فنحن نلاقي مهرجان بهذا الضخامة وهذه القوة على أرض مصرية ده مهم جدا جدا ايه تاني ممكن نتوقعه ممكن لسه إحنا ما نعرفوش مثلا من المهرجان يعني النهاردة لما يبقى فيه تنوع فيه الأنشطة الترفاهية في المهرجان ايه اللي ممكن تاني نتوقعه من أربعة وربعين يوم فهم أيام كتير المفترض ان شاء الله يبقى فيه تكريم في المهرجان هيبقى فيه حفل توزيع الجوائز الدورة التانية من مهرجان الدراما اللي كان دكتور ريحي الفخراني ترقص الدورة الأولى منه مع انقابة الممثلين فدورته هيبقى عامل جذب كبير جدا للجمهور لأنها تلاقي في المدينة يعني انت ماشية ممكن تلاقي يسرى همشهين تلاقي نجومنا المصريين ونجوم الوطن العربي اللي حيجوا يحضروا المهرجان دايما انت عارفها الفن ورموز الفن بصرحة ما بيدخروش عن أي مهرجان بيمثل مصر صحيح فحيبقى فيه حالة زخم كبيرة جدا على مستوى الفني والحقيقة ان المدينة نفسها مؤهلة لأنها تستقبل كل هذا الكام من الفعاليات في نفس التوقيت كنت أتمنى كمان أشوف نجوم عالميين يعني شفنا مهرجان الجونا رغم ان مش شفناهوش مبقالنا فترة لكن كان بيستقطب نجوم وعلى شاطئ البحر الأحمر وفيه أجواء عالمية لكن اعتقد ان كمان وجود النجوم العالمين لما يبقى فيه العالمين ممكن يبقى فارق جدا لنا وصورة مصر المفترض انهم هيجوا هيحيوا حفلات مش هيجوا كزوار يمكن طبيعة مهرجانات السلم مختلفة شوية عن طبيعة مهرجان العالمين في انهم مش جاي زائر او جاي تابع فعليات حدث معين ودي يشوف أفلام جاي يحضر ويشارك بحفلات بس ده برضو هيتمي أعلانه النهاردة ان شاء الله يعني ممكن يبقى فيه على هامشو زي مهرجان سنما او نوع من أنواع والله يشوف انا بحس ان هو مهرجان العالمين ده هيكون فتحة خير على كتير من المجالات في المدينة وفي مصر عموما ان هو تمنت عندك الامكانيات انت خلاص جهست المدينة لان هي تستقبل اي حدث عالمي بمستوى كبير فليه لا ان هو يبقى فيه مهرجان سنما في العالمين يبقى فيه مهرجان اغنية في العالمين يبقى فيه مهرجانات ثقافية واجتماعية ورياضية بشكل طول الوقت لان انت عندك كل الاماكن اللي تأهلك لده عندك مجمع للفنون عندك دار اوبرا كل ما تس يعني كل حاجة انت ممكن تتخيلها ان استراتيجيا او لوجيستيك محتاجها هتلاقيه حبيد نشوف ده كمان بره موسم الصيف ممكن يبقى فيه نسخة شتوية ان شاء الله علي حال احنا في انتظار المهرجان وان شاء الله يكون فتحة خير زي ما انت قلت انا متفائل جدا بان هو يعني حيجمع انشاطة مختلفة الوان مختلفة من الاشكال اللي هتكتزب عدد كبير من الساح على اختلاف تنويهم على اختلاف افكارهم موضة ازياء رياضة فن كل اللي بيحبوا الكلام ده حيجوا شكرا لك نقد الفن علي الكاشوطي رئيس قسم الفن في اليوم السابع كلمنا النهاردة عن مهرجان العالمين في نسخته الاولى شكرا جزيلا شكرا جزيلا